نروح بقى مع حضراتكم لمقر جريدة الشروق وازمالتنا العزيزة مريم ساميح اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية والمنشتات في كافة الصحف والمواقع واللي يمكن من أبرزها منشت فيه سجع كده مرحوظ في جريدة الجمهورية المنشت بيقول منتخبنا تخطى جابون ببركة أفشا والفرعون مريم ايه التفاصيل خشي علينا بيها صباح الفل عليك يتفضل صباح الخير عليك يا كريم وصبح عليك يا نهند وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير جريدة الشروق زي ما انت قلت يا كريم احنا هنبتدي بهذا السجع تحديدا من جريدة الجمهورية وهو العنوان الأول اللي معنا النهاردة وانتخبنا تخطى الجابون ببركة أفشا والفرعون حقيقة يعني زي ما شفنا كلنا مبارح يعني اختتم لمنتخب الوطني الأول قرة القدم بقيادة يعني كارلوس كيراش مشواره رسميا بالدور الأول بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 20-22 ده طبعا بعد تغلبه على نظيره الجابوني بنتيجة 2-1 في المباراة اللي شاهدناها كلنا أمس طبعا يعني الأحرز هدفي المنتخب محمد دماجدي أفشا من ركلة جزاء ويوهان أوبيانج لعب الجابون بالخطأ في مرمى في الدقيقتين الرابعة والأربعة وسبعين فيما أحرز للجابون ألفين في الدقيقة أربعة وخمسين وخطب عن المنتخب الوطني هذه المباراة بالقوة الضريبة لسيما يعني أن هذه المباراة كانت محسومة أو زي ما نقول تحصيل حاصل ولكن كيراش كان لي وجهة نظر أخرى علشان يتصدر إلى مجموعة بفارق نقاط وهو ده اللي حصل بالفعل لأن مصر بعد هذه المباراة تصدرت المجموعة برصيد 14 نقطة والجابون جاءت في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن ليبيا وأنجولا الرابع والأخير بخمس نقاط يمكن كيراش كان لي وجهة نظر معينة في الدفع بلعبين غير أساسيين في هذه المباراة ويمكن كل اللاعبين تحت الاختبار بالنسبة لكيراش زي ما احنا شوفنا مبارح وشايف أن التدويرة اللي حصلت في المباراة كانت مفيدة جدا يمكن التجانس ما كانش من بداية المباراة بسبب أن يعني اللاعبين بيخودوا أو يعني بينزلوا الأول مرة ضمن صفوف ألا منتخب الوطني ولكن شايف أن جاء هذا التجانس سريعا وده اللي كان بيأمل فيه وبرضو حقق النتيجة المطلوبة منه بالنسبة لكيراش ومن الرياضية الأخضر ينتصر برأسية قضت ضربة رأسية المنتخب السعودي الأول لقرة القدم إلى الفوز المرة الأولى في التصفيات الأسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكانت في مرمى فيتنام أمس خلال المواجهة اللي انتهت طبعا بنتيجة واحد صفر وجاء الهدف عن طريق صالح الشهري بعدما ارتقى لكرة عالية أرسلها فهد المولد عند الدقيقة واحد وتلاتين وصبق الأخضر السعودي أن سجل هدفا من ضربة رأس عبر ياسر الشهراني أمام فيتنام يعني زي المباراة وطبعا الأحرازها أو انتصر فيها بنتيجة تلاتة واحد ولكنه لم يكن حسما مثل مباراة الأمس ويعني يعد هدف الشهري هو التاسع للمنتخب السعودي خلال ست مباريات خضها في التصفيات النهائية والرابع في الشوت الأول وبهذا الهدف عزز الأخضر السعودي صدرته للمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة فيما بقى منتخب فيتنام في المركز الأخير من دون نقاط ومن روسيا اليوم يعني يمكن فيه تقرير مهم جدا بيعرفنا على المنتخبات الأوروبية العشرة المتأهلة إلى منذيال 2022 ده طبعا بعدما أسدل السطار أمس الثلاثاء عن الجولة العشرة والأخيرة من دور المجموعات للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 عن المجموعة الأولى طبعا سربيا وصفتها البرتغال والبرتغال هتلعب في الملحق عن المجموعة الثانية إسبانيا وصفتها السويد والمجموعة الثالثة سويسرا وصفتها إيطاليا والمجموعة الرابعة فرنسا وصفتها أوكرانيا والمجموعة الخامسة بلجيكا وصفتها ويلز والمجموعة السادسة أدنمارك وصفتها إسكتلندا والمجموعة السبعة هولندا وصفتها تركيا والمجموعة الثامنة كرواتيا وصفتها روسيا أيضا عن المجموعة التسعة إنجلترا وصفتها بولندا وأخيرا المجموعة العشرة ألمانيا وصفتها مقدونيا الشمالية أخيرا من جريت الشروق منشيني واثق من قدرة إيطالي على تجاوز الإحباط والتأهل منذ العشرين اتنين وعشرين أبدأ روبرتو منشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي يعني الثقة الكبيرة في قوة فريقه ده طبعا رغم ضياع فرصة التأهل المباشر لنهايات كأس العالم عشرين اتنين وعشرين والاكتفاء بالسعي والتأهل من خلال الملحق المؤهل ويمكن سقط المنتخب الإيطالي بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا في فخ التعادل السلبي مع منتخب أيرلندا الشمالية في بلفاست فيما حقق المنتخب السويسري فوز كبير على نظيره البلغيري يعني أربعة صفر ليتأهل الأخير مباشرة إلى النهايات ويمكن كان فيه لمنشيني بعض التصريحات اللي نقلتها جاريت الشروق عن موقع فتبو الإيطاليا أنا محبط وأضاف أيضا لقد أجعلنا الحياة صعبة بالنسبة لنا وكان يجب حسم التأهل منذ مبارتين على الأقل كانت لدينا فرصة لم نستغلها الآن يجب علينا أن نتقدم بخطة ثابتة لأنه ما زال هناك فرصة للتأهل لكأس العالم وتابع منشيني في تصريحاته أنه أنا مؤمن بأننا فريق عظيم بأننا فريق عظيم وأنها لحظة صعبة لقد أضعنا التأهل الذي كان في أيدينا دي كانت كل أخبارنا أقل صدرة صباح اليوم الأربعاء من داخل صالة تحرير جاريت الشروق بشكركم جدا نكلمة لكم مرة أخرى نحن المشهورة جزيلا شكر زمانتنا العزيزة مريم سميحة على هذه التفطية المتميزة كالعادة